وحديث عن أثر القرآن على حافظ القرآن وعلى حياته القرآن سبحان الله كما ذكره الله مبارك وبركته في الوقت بركته في البدن بركته في حياتك العملية حتى في حياتي الإنسان القارئ إذا كل ما أعطى من وقته للقرآن بارك الله لا في وقته فينقذ مثل ما ذكر الشيخ قبل الفاصل أنه ينقذ الذي يتولى أو يهتم بالقرآن أشياء ما كان لينقذها إذا كان مقصر في كتاب الله بركة القرآن فبركة القرآن في حياتنا كلها سبحان الله ولهذا الله سبحانه وتعالى جعله أو سمه مبارك فهو في بركة الحياة بركة المجتمعات بركة الأسرة كل ما وقد في البيت كتاب الله يتلى اجتمعت القلوب عليه وتراحمت والتأمت قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مَنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خير مما يجمعون قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال دروة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله يفتح عليكم شكرا لك